بسنين الحصارة على العراق وخاصة السنين 1995 و 1996 كان من الصعوبة توفر حتى الخوز فالشخص يأكل أي شيء يتوفر إليه لذلك الشخص يأكل أكثر من أجل صحة أفضل مثل الإنسان اللي كان يعيش بالله كهوف اللي حياته عبارة عن صيد ونوم يصيد كل شيء يقدر يصيده ويأكل كل شيء قابل للأكل بعض الأحيان يوصل الأمر بالناس أنه يموتون من الجوع بحيث إذا صحت الفرصة إلى الشخص أن يأكل أكثر من ما يحتاج فراح يأكل حتى إذا كان هذا غير صحي إلا أن تحسن الوضع بعد هذا الوقت وصار الخبز ونواع متنوعة من الأكل متوفرة فظل الناس يختارون أكل الأفضل بهذا الوقت الشخص لا يأكل كل الخبز لأنه متوفر وبكثرة ولكن إذا أكو أكل طيب بالنسبة إليه فراح يأكل أكل بعد فترة أصبح بمقدور بعض الأشخاص وخاصة الأغنياء أكل ما يشتهون بالكمية اللي يرغبون بها وإذا أكل الشخص أكثر فهو يرضي رغباته ولكن يضر صحته إلى أن أصبح الشخص يأكل أقل من أجل صحة أفضل بالولايات المتحدة السمنة منتشرة والأسباب متعددة من ضمنها قلت ممارسة الرياضة وكثرة الأكل لأن المطاعم السريعة بكل مكان والتكنولوجيا قللت من الحاجة للمشي والحركة وهذا التحليل ينطبق على كل شيء مثل الأثاث البيت، السيارات، الهواتف، الكمبيورترات، الملابس وغيرها من الأشياء اللي صارت متوفرة بكثرة ومن السهولة الحصول عليها صار الشخص يعيشه من حوله مئات الأشياء التي لا يستعملها بل أكثرها تضره وتلهيه فانطلق مفهوم المنمس يعني تستخدم وتأكل فقط ما تحتاجه ولا تشتري إلا الشيء اللي أنت متأكد راح تستعمله وإذا ما استعملته خلال فترة فتتبرع به إلى شخصي يستعمله أو تبيعه الفواد أنه تكون البيت أنظف وأرتب ولا وجود الأشياء تعيقك بعض الأشخاص ومن ضمنهم اليوتيوبرز وبعضهم اليوتيوبرز ماشهورين أو ممثلين يدعون إلى حياة المنمس هل أنتم مع حياة المنمس أو لا؟ تطبيق المنمس صعب لأن كلنا نعتبر حاجاتنا حتى لو ما نستخدمها قديمة عزيزة علينا ولكن هاي هي الطريقة الأفضل لحياة أفضل كان وياكم محمود الإبراهيم شكرا للمشاهدة